مرحبا فيكم برج الحمل اشتأهلكم طبعا. خلينا نشوف قراءة شايفيتك من كل نواحي الحياة كنت كاتم بداخلك كنت عم يعني ما عم اتعبر خلينا نقول مع انك انت من الابراج اللي بيعبروا اول باول اللي من الابراج الطيبين اللي بسرعة بيطلعوا اللي داخلهم ما عندهم اللي هو حقد او كزا كله بيطلعوا اول باول. فلا شايفيتك هاد الفترة عم بتكون كتوم نوعا ما ولكن اخر الفترة رح تنفجر يعني انفجار من بعد صبر او من بعد كتمان كأنك بتحكي اسرار كأنك بتدافع عن حالك فاللي هي رح تنفجر بوجه الجميع يمكن. فخلينا نشوف بشكل عام اول شي نشوف ازا بشكل عام لبرج الحمل كيف عم يكون. بشكل عام حلو. برج الحمل اه شايفة فيه نوعا ما عم بتعمل توازن او بتحاول انك توازن بين حياتك خلينا نقول العملية اه وحياتك العاطفية. الحمل يعني كتير بياخد مجهود او بيعطي مجهود بالعمل. فشايفة انه عم بتحاول انك تعمل توازن. اه يكون فيه عاطفة بالموضوع يكون فيه مشاعر اكتر. فعم بتحاول انك توازن اه بين هدول الشغلتين. كمان الصحة يعني عم بتحس حالك انه شوي عم بتكون صحيا السترس يمكن عم بيأثر عليك. فعم تعمل اللي هو توازن مش بس بحياتك العملية والعاطفية. لا. كمان بال بالصحة. شايفيتك بتفتح يعني اه خلينا نقول بتفتح ابواب مسكرة كانت اه بوجهك اه عم تعمل اللي هو عم تغير علاقتك في الناس. الناس اللي كنت تأمن لها الناس اللي كانت اه موجودة في حياتك اه كانت بتصدر لك الا اوهام او كزا عم تكشفهم اه او انت كاشفهم من اول ولكن عم تتزاكى عم تاخدهم على قد عائلهم. اه بهاي الفترة لا بشوفك بتفتح اسرار بطلع اسرار اه اللي هو يعني كنت متحملهم هدول الناس بالزور ممكن يكون اه ع العمل او ع العاطفة اه او حتى من الاهل والاقارب يعني ممكن يكون اجتماعيا. فعم تكشف اللي منيح عم تخليه في حياتك واللي مش منيح عم تطرده من حياتك. عم تعمل اه كتير اللي هو اكشنز في هذا الفترة. شايفة انه فيه اللي هو تغير كبير يعني مش التطورات اللي شوي شوي لا. فيه مسلا مشكلة او شي انت بتتخيلوا انه هو سيء رح يكون اه بالعكس بصالحك. اه رح شوي يعصف يعني اه على حياتك او رح اه تحس بالتوتر من ناحية هذا التغير ممكن يكون عامل على فكرة اكتر شيء. اه ولكن هذا بالعكس هذا رح يفتح لك اه ابواب تانية. اه يمكن عم تنفجر قلنا انه طاقتك انه رح تنفجر هاي الفترة وهون تكرر نفس الموضوع. اه فيه اللي هو بوم خلاص يعني بطلت تتحمل عم بتغير من وضع لوضع عم بتغير اه شغل لشغل عم اه بيكون في عندك اه فرص اكتر عم بتشوف اكتر لقدام عم تحسب الحساب للشيء قبل اه قبل ما ييجي. هون عم بشوفك كأنك كنت عم بتستنى شيء كتير كتير عم بتفكر فيه طريقة مش طبيعية عم بيكون اه طول الوقت شغل بالك. في هذا الشهر خلاص رح تطلقه من طاقتك اه يمكن طاقة الغضب او طاقة الكتمان اللي قلنا عنها. اه بس هون بشوفه عاطفي اكتر يعني هذا الكرت اه فكأنك عم تطلق الامور تخليها على ربنا اه من بعد ما كان يعني يسبب لك هذا الموضوع اجهاد او حزن او اكتئاب. اه خلاص كأنه في صحوة مفاجئة كأنه في اه موضوع رح ينكشف فبالتالي انت رح اه تطلق الامور وما يعني ما تهتم خلاص اه ترمي كل شي ورا ضهلك. حاسة بشكل عام يعني من الاوراق برج الحمل بطل يتحمل الاشياء اللي كان يتحملها في السابق. فحاب بيغير باي وسيلة. عم بيشوفه بيغير بال بالعمل بيغير بال بالعلاقات الاجتماعية عم بيغير الاشخاص حتى اللي بيتعاطى معاهم من قبل اه من الناحية العاطفية بشوفك اه هو احنا رح نفتح على الحياة العاطفية ولكن يعني ظهر هذا الكرت هون اه فبشوفك لا في اجتماع مع الحبيب في اه تقارب بناتكم ولكن في شي عم يمنع هذا التقارب. في حاجز معين. شايفة انه هذا الحاجز راح او عم يروح في هاي الفترة. اه لذلك عم تكون مرتاح اكتر من الناحية العاطفية. هون انا شايفة كل مفاتيح النجاح موجودة من عندك من اول يعني. موجودة عندك من من البداية دائما يعني. اه ولكن رح تستعملها كلها في هاي الفترة. شايفيتك متسائل كتير هاي الفترة. حياة جديدة. اه وكأنك كنت في سجن يعني في سجن من الافكار. وبعدين عم بتحاول تغير طاقتك. عم طاقتك عم تتغير من سلبية لايجابية. شايفة هون كمان شمس واللي هو وضوح جدا في الافكار من بعد يعني اه من بعد حيرة من بعد اه اه محتار بين القرارات. عم بشوفك تاخد قرارات وما تسأل لا عن رئيس ولا عن اه حدا ولا عن شيء تاني. هذا الكرت مبين انه في كمان عاطفي. اه مبين انه في اختلاف بينك وبين الحبيب او ممكن تكونوا مع بعض ممكن تكونوا مفترقين. بس الاكتر مفترقين عم بشوفك اه يعني خاصة في تغيرات كبيرة بينك وبينه. ولكن الكرت طلع مقلوب. فانت عم بتحاول انك اه تشيل هدول العوائق. عم بتحاول انك تقرب المسافة بين اله بينك وبين الطرف التاني. فطاقة حلوة بالعموم. هون عم بشوفك عم بتكون رومانسي اكتر اخر الفترة اللي هي ممكن شايفيتك عم بتصلح الامور شايفيتك عم بتقدم شيء ممكن للطرف التاني يمكن بتقدم اللي هو اعتزار يمكن بتقدم هدية يمكن حتى هدية ممكن تكون مادية ممكن تكون اه رمزية. اه ولكن يعني تدفق المشاعر رح يكون كبير بهاي الفترة. هون بشوف البعض منكم عم بيدور على فرصة عمل عم بيغير شغله عم بيحاول انه يغير اه يعني حتى لو كان فيه شركة او قسم او مؤسسة عم بيحاول انه يغير اه من مكان لمكان اعلى وشايف هاي الامور يعني عم تمشي على خير. شايف الرئيس تبعك اه او المدير تبعك عم بيغير الفكرة عم بيكون اول شي كان اه يعني حطك اه في راسه عم توصلوا اخبار عنك ولكن اه عم تتغير هاي الافكار وعم بيميغام لك بعدل اكتر. شايف في توازن بالعموم. من كل النواحي. اه ورق ايجابي بشكل عام. فيه شغلة فيه اخبار حلوة رح توصلك من ناحية العمل والمال. خلينا نشوف العاطفة مثلا شوم لبرج الحمل شوم خبيله هاي الفترة الحمل اللي يعينهم يعني سبع سنين وهم صابرين يعني حوالي السبع سنين في ناس أكتر في ناس أقل فأمورهم إن شاء الله رايحة للأحسن اتداءا من هاي الفترة اللي عم نفح عليها إذن خلينا نشوف القراءة العاطفية أول شي خلينا نشوف أحلى كرت موجود إنه فيه كارما رح تتحقق إلك فيه اللي هو الكون رح يكون فيه اتصال بينك وبين الكون وكأنك عم تعمل تخاطر كتير عم تكون روحاني عم تزيد روحانياتك في هاي الفترة يمكن عم تصير متدين أكتر يمكن عم تعمل هاي الفترة عم تهتم من الناحية الروحانية شايف إنه أكتر من فرصة رح تجيك غير موضوع الكارما في عندك في العلاقة العاطفية كارما رح تتحقق يعني حسب أنت شو حاطت في بالك في ناس حاطين في بالهم في بالهم مثلا كارما اللي هي رجوع الحبيب مثلا مع اعتزار مع تذلل مع في ناس يعني بنفسهم إنه الكارما إنه مثلا يخلصوا من الطرف الثالث في ناس فحسب الكارما اللي أنت بدك إياها عم بتلف بتلف وبترجع لك يعني عم تحصل عليها ولكن يعني بدها فترة بدها وقت آآ كمان بهذا الكارت عم بشوف إنه عم بشوف حتى من الناحية المادية عم بيكون في تطور عم بيكون في تحرك حياتك آآ كلها عم تنشي يعني من بعد توقف من بعد ركود عم بيصير في تطورات من الناحية العاطفية ومن الناحية المادية قلينا نتشوف ما عم يطلع الكارت آآ هون عم بشوف طاقة آآ برج الدلو عم بتحاول آآ طبعا حبيبي حبيبي القراءة العاطفية ممكن تكون عبسية عم بتحاول تتشافة من موضوع العاطفة وكأنه في حبيب غدرك أو أنت ما بعرف أنت يمكن غدرت الحبيب ولكن عم بتحاول آآ في النهاية إنك تنسى هذا آآ الشخص ولكن أنا ما شايفة فيه يعني آآ ما شايفة فيه أبدا ما شايفة فيه اللي هو تشافي شايفة في آآ اجتماع بناتكم وكأنه من بعد اللي قلنا عنه الاختلافات بالورق اللي فات الاختلافات اللي بناتكم عم تتغير آآ عم بتحاول إنك تقلصها أو تحل المشاكل اللي موجودة آآ بشوفكم في النهاية متكافئين خلص يعني خلصتوا وإذا كنتوا توقم شو علي يمكن آآ وصلتوا تقريبا لنهاية القصة آآ اللي هي نهاية سعيدة بين عندي لأنه هون تحتها بالضبط إيج عندك يعني اللي هو انتصار انتصار ممكن على الشخص التاني الشخص التاني ما عم يقدر إنه يعيش بدونك أو من هاي الناحية شايفة اتنين يعني شايفة اتنين من بعد علاقة ثلاثية شايفة اتنين الطرف الثالث عم بيطير عدن شايفتكم التنين مثل شخص واحد التنين وكأنك انت بتنتصر على الحبيب من خلال اعتزار أو من خلال آآ رجوع من خلال ارتباط فأنا عم بشوف عم بشوف هذا الاشي في آآ في الوراء آآ هون بشوف طاقة شوي الصبر اول الفترة رح يكون في عندك صبر معين بحب باخد كل فكارتين اللي فوق بعض لانه مش ما بيجو فوق بعض يعني آآ صدفة لا عم بشوفك من بعد مشاكل من بعد ناس عم تحكي عنك من بعد آآ عدائية يمكن بينك وبين شخص آخر آآ عم بتكون انت الربحان أو انت الربط من النصر عليهم على هدول الناس عم بيكون في عندك آآ مساعدة من الكون عم بيكون في عندك آآ روحانياتك هي شايفة ان روحانياتك اللي عم بتزيدها هي السبب في انك تنتصر او هي فاذا كان في عندك آآ أدعية بتدعيها كان في عندك صلوات انت استمر على هذا الموضوع انا شايفة فعلا في صلوات وفعلا في آآ تقدم في النحية الروحانية بما انها فاتحين على الطاقة العاطفية او على القراءة العاطفية آآ فبشوف الدعوات منك آآ ما بعرفها ايه الدعوات انه منيحة للحبيب ولا انها دعوات على الحبيب فبس بشوف انها بتتحقق شو ما كان شكلها آآ بشوف انك آآ رح يكون في عندك توازن بالمادة من بعد آآ مع انه فتحنا على العاطفة بس طلع لانه كمان فلوس يعني آآ كمان مال فعم بتكون آآ لا يعني افضل آآ ماليا او في وفرة مالية نوعا ما ولكن في آخر الفترة اللي احنا فاتحين عليها آآ يمكن تكون مقدم على قرض يمكن تكون آآ في عندك حق مع ناس ما رجعوا لك يا لسه في هذا الشهر يعني احتمال كبير انه يرجع لك حقك كمان مش من ناحية مالية بس لا زي ما ذكرنا قبل آآ حتى من ناحية عاطفية عم يرجع لك حقك هون حكينا عن هذا الكارت آآ اللي طلع اساسا هو مقلوب يعني بس آآ هيك معناته انه فيه استشفاء من العلاقة في آآ نوع من آآ عمل آآ توازن يمكن بينك وبين آآ لا بينش الطرف الثاني وبين العلاقة الثلاثية آآ ولكن هو طلع مقلوب فيه فشل في هذا الموضوع وفيه تأخير في هذا الموضوع فانت ما عم تستشفي ما عم تقدر تنسى الحبيب ابدا طول الوقت عم بتفكر فيه فشايفة للناس اللي بتستنى رجوع بالعكس في هدول الكارتين عم بشوف كتير فيه رجوع آآ عم بتكون الطاقات مائية نارية بشدة يعني وهوائية شوفوا الهوائية والترابية طالعة بنفس النسبة آآ لكن المائية اكتر ونارية اكتر كتير. يعني اغلبهم ناري. وطبعا برج الحوت. حبايبي برج الحمل خلينا نشوف ازا خلينا نشوف الاوراكل شو بتقولنا في هذا الشهر شو بتعطينا نصيحة. يعني نفس اللي بيان بالورق انت فعلا عم تعمل هيك بيقولك يعني خلص اترك كل الامور على على ربنا وانطلق وانت في المسار الصحيح. بيان عليك في هذا الكرت كمان انه ممكن تكون مشهور او تسعى للشهرة ففعلا راح تحققها في هذا الشهر. يمكن من خلال عملك من خلال آآ اكتر بالعمل. عم بتكون قدوة عم بتكون مثال شايفيتك حتى بالحياة الاجتماعية. يمكن مش بس هذا الشهر يمكن كمان طاقة مستقبلية اكتر لان الطاقات يعني احيانا بتمتد اكتر آآ من المدة اللي احنا فاتحين عليها. فرح تصير مشهور. عفوا. خلينا نشوف اشي تاني. هنا بيان عندك زي تخطيط لزواج زي يعني في في فرحة كبيرة آآ ممكن تكون يعني هيكا وفرة ب بكل شي عم بتكون بالمال عم بتكون بالعاطفة بالحياة الاجتماعية. قلنا في البداية انت كنت عم بتحاول تعمل آآ توازن بين كل هاي الامور فبشوف في هذا الكرت سيتأكيد او آآ على هذا الموضوع انه فعلا راح يسير آآ حياتك العاطفية راح تتحسن اكتر علاقتك مع آآ بالحياة الاجتماعية راح تتحسن فانت في تقدم ان شاء الله على كل الاحوال. وفيه هون بشوف حصاد لمجهود انت كنت عم يعني عم طول الوقت عم تشتغل عليه عم بتشوف النتيجة في هاي في هذا الوقت. ازا كنت مبلش في مشروع مسلا آآ إلك فترة طويلة عم تشتغل عليه فالنتائج حلوة راح تكون في هذا الشهر آآ مش قصدي اكتوبر قصدي يعني من منتصف آآ اكتوبر لمنتصف آآ آآ نوفمبر لانه نزلنا احنا قبل آآ لاكتوبر فبشوف كمان حتى بالحياة العاطفية الجهد والآآ والسهر والتعب النفسي اللي سبب لك آآ سبب لك يا الطرف الثاني آآ وانك وكأنك عم تاخد حقك عم تجني ثمار في هذا الموضوع. جني الثمار انا بشوفها اكتر يعني اللي هو التقاء بالحبيب. شايفي في فرحة بهذا الكرت. في فرحة راح تتحقق في شي انت كان ببالك عم تستنى الك فترة. ولكن ما كان عم يجي. آآ هون عم بشوف البعض منكم اللي عنده محكمة اللي عنده خاصة آآ فيها اطفال آآ او حضانة اطفال آآ محكمة او قضية معينة آآ كانت متأخرة لها فترة طويلة وانت تستنى في الموضوع. شايفيتها عم تنتهي لصالحك. عم بيصير فيه عدل بالموضوع. رح يرجع لك حقك في هذا الموضوع. فاللي عندهم قضايا في المحكمة يعني آآ بشرة منيحة. بشرة حلوة. حبايك ببرج الحمل بشوفكم بالقراءة الجاي. اشتركوا في القناة